أستاذ أحمد سؤال أخير استمعنا من خلال وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت بمبلغ 30 أو 37 مليون دولار لمساعدة العراق في أزمة كورونا هل فعلا هذا المساعدات وصلت استلمت عن طريق الخارجية أم الموضوع ليس صحيح؟ العراق ونتيجة للسياسة التي ينتهجها السياسة الخارجية التي ينتهجها العراق والتي تقوم على إشادة أفضل عرى العلاقات مع كل الأطراف على قدم من المساواة مع رعاية شؤون العراق ومصالحه دول العالم تتقدم إلى العراق وتقدم يد العون والمساعدة نتيجة أن العراق يشهد حالة من التوازن في العلاقة مع كل الأطراف فمثلا جمهورية الصين الشعبية وبالتنسيق مع مركز وزارة الخارجية العراقية قدموا المساعدات إلى العراق وكانت وزارة الخارجية العراقية هي الجهة المنسقة الأولى لإنجاح هذا العمل فقدمت جمهورية الصين الشعبية للعراق 50 ألف كت لفحص الفيروس الوبائي وهو حقيقة يعني شريط أو يعني أنا بقى عندي أقل من دقيقة أستاذ أحمد أريد المساعدات الأمريكية تستخدم بتكنيك معين 50 ألف كت وكذلك 6 أطنان من المساعدات على مستوى الألبسة وغير ذلك الصحية إضافة إلى مواد أخرى ومستلزمات أخرى لدينا أيضا تبرع من سمو أمير دولة الكويت 10 مليون دولار إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا ودول أخرى أيضا هذه الأرقام كلها توضع باسم العراق لدى منظمة الصحة العالمية واللي 30 مليون مالك الأمريكان وصلت أم لا لا يوجد مبلغ مقبوض باليد بالمباشرة وإنما توضع بحساب العراق باسم العراق لدى منظمة الصحة العالمية وتقوم لجنة الوزارية خلية الأزمة بطلب المواد والأجهزة وما تحتاجه هذه اللجنة لتوفير وسد الاحتياجات على مستوى المواجهة الداخلية لهذا الفيروس من خلال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بغدر كيف صار بحسابنا منظمة الصحة العالمية مساعدات الدولية؟ كيف صار بالحساب الآن؟ يعني بالحقيقة لا أتوافر على رقم دقيق بهذا المعنى وتسأل وزارة الصحة عن ذلك لكن المؤكد أن دول نعم قدمت الدعم ومن خلال ممثل منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة ومعالي وزير الصحة والبيئة ومن خلال خلية الأزمة يقومون بالأدوار الممكنة لتقديم كل ما من شئ واني أشكرك أستاذ أحمد واجهة هذا الوباء في العراق